سوف تفتح لي المناطق وتضيديهم وتعالجي لي الإسميرار وتعالجي التجاعد وتجدي لي أختي المناطق دي الجسم ديالك كاملين عندك تراهولات في أي منطقة موجودة في الجسم عندك كماش عندك تجاعد عنيدة مستحيلة من الصعب أختي تحييديهم ما خلتي مجربتي لا في الفيلر ولا في البوتوكس ولا في الكريمات ولا في الوصفات فاليوم أختي ما بقتيش غدي تدرقي العيب بالفون دوتان ودع الفون دوتان وكما كان قولوش جميع الكريمات وجميع الأدوية في الزبالة واستخدمي هاد الوصفة لي غدي تغير حياتك 180 درجة ما بقتيش غدي تستغني عنها وغتنسي علي اي وصفة ولا اي منتوج استخدمتيه سابقا والوصفة اللي بنات بي مكوينين ولي هما الشبه الحبيبة لموجودة عند اي عثار والحامض لي موجود في كل بيت لي كيفتح 180 درجة ما شاء الله بهاد المكوينين اختي غد تفتحي وتبيدي وتعالجي اي عيب واي مشكل في الجسم ديالك يلا هل بناتبع معنا المراحل الخطوة ديال الوصفة طريقة استخدام والاستعمال وما تنسون انشاء البناس من لايكات ديالكم الفيديو والباختاج ديالكم تشاركوا في القناة تفعلوا زي الجرس خلونا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو هما المواضيع ان شاء الله اللي تبونين باختاجي معاكم مستقبلا وبسم الله على بركتي الله اول حاجة اللي بناس غد يحتاجوها واللي هو الحامض كما كان قولو الحامض المكوين الاساسي في التفتيح المكوين اللي ينصحوا بها اطيب ما شاء الله علي يعني اذا قبط للسميرة والتسبوغات والتساواد هنحتاجو هنا نص حامضة وغد يحتاجوها لبنات شبال حبيبة اللي خصتكم طبعي الحال مدقوقة ومطحونة ومغربلة يعني تكون بودر بحال بحال دقيق ما تكونش مكورة ولا معامرة حجر اللي انو اللي ادرتوها اي منطقة وكانت مكورة رغد سبب لكم الحساسية خاصة تكون بودرة مية في المية كذلك البنات هاد الوصفة كان هديها العريسات المقبلات على زواج اللي تلبوني بزاف على بحال هاد الوصفة هادو لا التفتيح لا التبيض لا العلاج البقع لا العلاج السواد فهاد الوصفة ليكم غزلاتي سهلة مهلة وكذلك البنات غادي نحتاجو الباودر ديال الاطفال عند ديال البنات هادي هي ديال طلق ديال البابي صغار هاكده يا فينا كما كنقولو نوعو ما وماسة للرطوبة وكتزوبوا يعني صراحة لا اي مشكل كان عندكم هي ها ديال البنات اشتوها في مية جرام باودر ديال الاطفال بخمسة دراهم فيها هاد الريحة في واحد نسمى واحدة اخرى ولكن اللي بتبجهم في مريحة الاطفال اللي كتبوا مثلا شي نسمى معينة فممكن تاخد يعني باودر ديال الاطفال باية نسمى بغاية يعني ممكن الخوخ ممكن تفاح ممكن مش مش فاهنا مسألة كتبقى اختيارية ولكن انا ها ديال البنات راها عجبتني وبزاف كذلك البنات غاني حساجو ان شاء الله شوية ديال حليب بودر وبلا الحليب غبرة يعني احتر مقبيلات على زوج كتبقى هاد الريحة ولا كذلك المتزوجات كتبقى رويحة زوينة في البارتي انتيم ديالكم من هاد الاماك ديال بلانتيل خدوها بعينيكم مغمضين غزالي اللي بخدوه ديالهم عندهم بزاف المنتوجات الصراحة كي حمقوا عن تجربة البنات ديال سنين صراحة نكن دوي في قنا لبنات ديال الاطفال ام وقنا لحليب بودر ولا لحليب غبرة وكذلك البنات غادي نحتاجوا كيمياء ديال مياه ديال الورد اولا ممكن تخلطي بمازهاري لا عندك تهبا مزيان ستحتاج معنا الخرقوم البلدي هذا هو احسن اختيار ممتازة للغاية مهم هدا الشكل يحمق و يهب شبه مطحونه الحامد و الحليب و مميه الورد و سنتحتاج الى كميات و لا يعرف بالماء او الضراء و ممتازة 180 غرام و تهيز وينة مقادر الحمد لله سهلة مهلة و موجودة و متوفرة ف بسم الله اول حاجة هناخده جوج مع القديل الشبه المطحوني مزيان و ممكن تكتريه ممكن تنقصيه على حساب الكميات بالنسبة لبنات النتيجة را خليتها لكم ماشاء الله اللهم بارك في النتائج روحة النتيجة غاية في الروحة اللهم بارك و زيد في ذلك و تحاولو تخلطو هاداك هاداك نحاولو نجمعو و شكو و شكوه شكل ديال الوصفه ما شاء الله فمن بعد ما كتخلطوه مزيان زيال الوصفه يعني كتخلطو ديكول موهات ديال الورد نضيف الباودر للأطفال نضيف الحليب بودر نضيف الحليب بودر مع هذا العناصر كاملين نضيف الحليب بودر ونضيف الحليبomon نضيف الحليب أما هذا القناة صلى ثمانتي وزوين وز فميزة وزوين كيف يجد لها فميزة سنضيف النشا أو ما يُعرف بالماء كيميات تبقى اختيارية على حسب ثلاثة ديال المحلق ديال الناشخ ونخلطوه مزيان مزيان نزيد الحامض كما قلنا كاخر حاجة تقدروا تخدموا بها هي الحامض انا كنخليك اخر خطوه وممكن مثلا نديرو في اللول ولكن انا كنصح بيك اخر حاجة انا كنخلطوه مزيان 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 الأز litaw والحامض qued nomination كنخلطوه مزيان وذهل مع trouver عرفت ان من الاجب Laura او فيها الكحولية او فيها العطاش او فيها الحبوب اللهم بارك تحمق يا لبنات كما نقول احنا اللي ما بغاش تمنود و تحيد علي العقز وتجرب هاد الاغوستيد كتب الى لبنات على دمانتي شوفوا اللهم بارك حبيباتي شوفوا شوفوا غزالة شتو فادلو البرتقالي اللي هو فيه الخرقوم فنطبقها معاكم بسم الله توما كتبقوا على اي منطقة في هالس ميرار يعني وجهك عنقك ايديك اي منطقة يا لبنات باي لفخضة اللي انو بزف بناتك يسولوني على هاد المنطقة هادي و اللي هي باي لفخضة انت يقولوا يا عافاك واش نقدروا نديروا يعني شي مكوين زوين نقدروا فما ممكن اختي تفتحيها نقايب هاد الوصفة غير هي يجر بيها وما تنسينش برحمة الوالدين ولا الدعاء اختي لانو كنزيدو نفرحو كنزيدو اه كده ينتجو بدوك التعيوات بالكلمة الطيبة وكلمة الخير الحمد لله زوينة بزف بزف فالميمة لابنة الوصفة هي هادي كتخلي واحدة تنشف اولا تجف ثلاثين دقيقة وعدكم جوش ديال الاختيارات اما تغسليها كتلاحدي انو هاد الباقتي هادي كما اشتف في الفيديو اللي صورت ليكم كتلاحدي انو هاد الباقتي هادي بياضوت هادي الباقتي لباقى سمرة باقى شدالون كما نقول احنا اه بالنسبة اه اللي الطريقة الثانية هي انا كيكي الكتب قاتل تنطقه كتبدي يتفركيها تيجي هنو موشارش عاركي بديتار هكي ديالي بكل سهولة وغير بوحديتو طرق البنات مزيانين المئة في المئة وفعالين بجوجهم كما اي طريقة عفوا ابغيتها فممكن تخدموا بها يعني سواء كما نقول احنا طريقة الاولى ولا الطريقة التانية بجوجهم طرق فعالة المئة بالمئة فهذا الشي اللي كان البنات بالنسبة للنتيجة ديالها فورية يعني منذ اول استخدام الابنات اللي يقولوا لي احنا متى نجحة بقى وندروها من مرة في النهار واش كل نهار ولا كل سيمانه ولا هو صراحة الابنات اللي عندهم صميرار كتير وكثيف بزاف هنسحكم تبقى وطبقوها ما بين كي ما كنقولو احنا يا نهار يعني ما بين اول نهار حتى سبع ايام يعني ما بين ثلث يام من الوالة تسبع ايام تبقوا تستخدموها يوميا حتى تحصلوا بالنتيجة اللي بغيتوا وحبسوها بقى ودروها مثلا غير مرة في اسبوع ولا جمعات ولا ثلاثة لا حسب الاحتياجة لانو ممكن نقول لكم دروها مرة في السمانة يمكنني وحدى بwartتي عندها صميرار كتير وكثيف مرة وحدة في سمانة ما كيفيش لها هيايا اغسين قول لكم اه مرة ولل يعوش مرة عالا حسب المشكلة عند كل وحدة فينا يعني مسألك اتبقى هنا اختيارية ممكن يكون عندك مشاكلة لكride فانا الصراحة قال البنات ا трудدين كم اقول احنا ما بين ثلاثة اCS، vierate مرة ولكن الحمد لله ما عندي مشاكل كثير البنات اللي عندها مشاكل كثير ومقبلة على زاوج ولا فترة الخطوبة ولا عندها عرش ولا عندها موناسبة معينة وعندها زرقية كثيرة فيستحسن انكم تبقوها غزلتي ما بين مرة حتى السبعيام يعني تديريها ثلاثيام لوالتها السبعيام يعني نهار مور نهار من بعد ما يمشوا المشاكل حفسيها وبقى يديريها غير مرة مرة ولكن واحد تفتيح واحد البيض كتعطيها لها غسط كتجي كتحمق فعالة واقتصادية ورخيصة والنتيجة ديالها منذ اول استعمال كينجو ديال طرق كما قلنا الطريقة الاولى هي هادي يعني كتغسلوها عادي والطريقة الثانية البنات هي انكم كتفرقوها تجاه نمو الشعر او للعكس وكيبدا هدك شي كله يتحتحت لكم ويتفرق لكم وكتزولو الشعر يعني جو ديال الطرق كل طريقة ما شاء الله يعني غزالة على الطريقة الاولى اقتصادية ورخيصة وزوينة فهد الشي اللي كين البناس ورا كتزول حتى الشعر الزائد الخفيف يعني كما كنقولو حنا يا الخفيف كتزولو في ممكان في الجسم اديالكم وهذا هو القوام ديالها حبيباتي وبصحاء ورا رح اشوف القوام ديالها يعني زوين واللونة هو غزال والحامض اختي اللي كيزيد اعطيها السر في التفتيح والتبييد والشبالي كتشد وكتزول تجاعد وكتبيض وكتفتح ايه من دقاء موجودة في الجسم فانتمنى البنسة للفيديو تباقتها يوصل العدد كبير من المتسبعات يعني حاولي تشاركيها مع اختك مع صديقتك مع جارتك في موقع توصل الاجتماعية باش توصل المعلومة للجميع وبسلام عليكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة وفي وصفات ان شاء الله جديدة وزوينا بسلام عليكم اشتركوا في القناة